بالنسبة للستار محل خلاب عند أهل العلم فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الستار اسم من أسماء الله جل وعلا ويذكرون في هذا الحديث لكنه حديث ضعيف لا يصح حديث الذي جاء في السنن ذكر الستار وهو لا يصح ومن ذهب إلى هذا القول قالوا حتى ولو لم يصح فإن الستار مأخوذ من الأحديث الصحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الإخبار عن الله وهذا الفريق من أهل العلم يجوزون قضية التعبد باسم بالأسماء التي يخبر فيها عن الله والقول الثاني وهو القول الراجح الصحيح أن الستار ليس من أسماء الله الحسنى وإنما ثابت الستير فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله حيي ستير ستير على وزن بصير وليس ستير لا وإنما ستير على وزن بصير فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن اسم الله من أسماء الحسنى الستير وليس الستار لكن من كان اسمه عبد الستار ويعني لا يستطيع الآن تغييره إلا بمشقة الذي يظهر ليبقى أن يترك هذا خاصة أن العلم لا يشددون في مثل هذه الأسماء ترجمة نانسي قنقر